بسم الله الرحمن الرحيم ناخد مجموعة من الإجزامبلز السهلة البسيطة عن تطبيقات مختلفة في الكاش فلو ديجرام لو أنا عندي كاش فلو ديجرام بهذا الشكل الدفعة الأولى عبارة عن 47500 والدفعة الأخيرة عبارة عن 100 يبقى معدل الزيادة كام نعرفها إزاي مهندس يبقى الجريدينت بساوي الرقم المحقق المكتسب اللي هو 100000 ناقص 47500 على إن ناقص واحد وهو عدد السنوات ناقص واحد أو عدد دفعات ناقص واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 ناقص واحد يبقى سبع أو عدد المسافات يبقى سبع زيادات يبقى الجريدينت عبارة عن الجايند المكتسب على إن هو عدد دفعت ناقص واحد أو عدد الجاب ما بين الدفعات اللي عند يبقى الجي عبارة عن 100 ألف ناقص سبع ربين 1500 أسف 100 ألف أيوة يبقى هنا هو 100 ألف على ناقص سبع ربين 1500 على سبعة يطلع كلام ده تعالوا النهاردة كمان نتكلم على الانتربوليشن اه 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 انتريست تيبل بمعنى في بعض الأحيان انت بيجي لك مثلا سعر فايدة ما هواش موجود في التيبل سعر فايدة يقول لك مثلا خمسة ونصف في المية خمسة وسبعة فاصل سبعة في المية اه اه او عدد سنوات ايضا مش موجود في التيبل التيبل الارقام اللي عندك انتجر خمس سنوات ست سنوات سبعة سنوات فازاي انا اجيبها بالانتربوليشن يعني النهاردة لو انا عندي الفاكتورز اللي فيه مشكلة هو الاي او الان بتقول والله انا عندي الفاليو اللي موجودة الفاكتورز عندي ان تابوليتد موجودة في التيبل رقم معين وعند رقم آخر لكن in between مش موجود وانا عاوز اجيب in between بالحالة دي بتجيبها بالinterpolation اللي هو عبارة عن الفرق ما بين الرقمين دول على الفرق ما بين الرقمين دول يديك بالتقدير approximation القيمة اللي انت عايزها اللي هي بيسموها linear interpolation طبعا ده يعتبر approximation ليه؟ لان العلاقة اصلا ما بين الفاكتوريز ما هيش linear يعني مسلا على سبيل المثال قالك لو سمحت determine the value of A على B factor for the interest rate سعر فايدة 7.3 من عشر والإن عشر سنين يبقى نعاوز to find A given B و7.3 في المية وعشر طبعا لو انت حافظ القانون اكتبه على طول وحل لكن لو انا مش حافظ القانون هقدر اقول ايه؟ المشكلة عندي في ايه يا مهندس المشكلة في سعر الفايد يا إما سبعة يا إما تمانية موجود في التيبل أما سبعة فاصل ثلاثة مش موجود يبقى انا اخش التيبل واجيب الفاكتور to find A given B وسبعة سنين هلاقي موجود exist وتمانية هلاقي موجود لكن ده ممكن تسميه X يبقى X نقص الرقم ده على الرقمين المعروفين يسوي سبعة فاصل ثلاثة نقص سبعة على تمانية نقص سبعة هقدر اجيب الرقم X لأنه مباشرة ولو انت عاوز تسمي الفرق ده A و B و C فممكن ده A و ممكن ده B و ممكن ده C و ممكن ده D بل ما أقول C بعد ما أجيب C تضيفه على الرقم المعروف أنه هو أقدر أجيبها وبدأ اسمه استخدام الـ interpolation في إيجاد الحاجات اللي عندي عندي ناوة إجزامبل بسيط أقابل أنت عنده قطعة من الأرض عبارة عن خمس تلاف متر مربع عاوز يبيع الحقوق الملكية بتاعته ديت لشركة Their primary objective is to obtain a long-term investment income and sufficient money to finance the college education of their two children الرقل عنده أولاد عاوز يدخلوا من جامعة بعد عمر معين فالـ children الأولاني عنده currently 12 and 2 years ago واحد عنده 12 سنة واحد عنده سنتين The couple estimates that the children will start college والأبو 12 سنة هيخشك كلية بعد 6 سنين وأخبالك والتانية هيخشك كلية بعد 16 سنة وهو عاوز يستثمر الأرض في إن هو يدفع مصاريف الكلية بتاعته They therefore make a proposal to a company بيقولك شركة بقى تدفعو لي 20 ألف جنيه بعد 20 سنة beginning one year hence وplus ألف بعد 6 years from now and 15 ألف 16 years from now If the company want to pay off its lease immediately How much should it pay now if the investment could make لو هو عبارة عن 16 في المية يبقى الخطة بتاعت الراجل ده إيه؟ الخطة بتاعت الراجل ده بتقولك إيش؟ أنا عايز تديني 20 ألف سنويا لمدة 20 سنة لكن بعد 6 سنين هحتاج مبلغ إضافي عشان دخول أحد الأولاد الجمعة وبعد 16 سنة هحتاج أيضا مبلغ إضافي 15 ألف يبقى القيمة الاستثمارية للأرض دلوقتي تسوي كام؟ الشركة عاوزة تشوف لو أنا أنا هتديله فعلا 20 ألف كل سنة وعند السنة السلسل هتديله 10 ألف وعند السنة 16 هتديله 15 ألف يبقى القيمة الاستثمارية للأرض النهاردة كان يبقى كأنك إنت عاوزة تليم الهيسة دي كلها تجيبها في البرازنت هنا هو يبقى أبدأ أشوف أنا عندي 20 ألف أنيول دفعات سنوية منتظمة يبقى 20 ألف عشان أحوله بريزنت بص على إيدك اليسار هنا أتلاقي بي يبقى تفاين بي جيفاني و 16% والموضوع ده ممتد لعشر سنين لكن في مبلغ إضافي عبارة عن 10 ألف بس مبلغ انديفيدو اللي حاله هنا هوت علشان تحوله بريزنت يبقى هو فيوتشر وهتدي بريزنت و 6 سنوات وأيضا الكلام ده 15 ألف هتودي بريزنت وهي فيوتشر 16 سنة تحسب الهيسة دي كلها طبعا تخش التابل تجيب من عند صفحة 16% عند إنيف 20 تجيب قيم الكلام ده وتحسبه يبقى أينا النهاردة القيمة الاستثمارية للأرض 124 ألف 75 لو أنا هتعامل مع هذا الرجل بهذا المنطق اللي هو عايزه إجزامبل تاني find the net value at N بسوى 4 عاوز الnet value عندي عدد من السنين بسوى 4 إذا علم أن ال cash flow diagram بتاعك بهذا الشكل يبقى ده N بسوى 0 1, 2, 3 أنا عاوز أجيب الكلام ده يبقى لشان أنا ما يحصلش عندي مشاكل لم الهيسة دي كلها عند السنة 0 وبعد ما تجيبها عند السنة 0 ارميها في أي سنة انت عايزها فيوتشر وهي بريزنت يبقى تعالوا مع بعض نشوف نتعامل مع الكلام ده إزاي أبدأ بص تحت كده هو في التدفق أنا اعتبرته مثلا سي بوزيتف هلاقي بعد السنة الأولى في تدفق نقدي متساوي خمسين ألف مفوش أي مشكلة ده أشوته مرة واحدة عند السنة 0 بالفاكتور تفاين بي جيبن إيه وست سنوات إنه ست دفعان أبدأ أبص الفوق ألاقي السبعتاشر ألف ها منيقول لي فيه تركة ده ما يجيش اللي هنا وارجع أشوته هنا يبقى ده هيجي في الجون على إيش على مرحلتين المرحلة الأولى توفاين بي وهو أنيوال أصبح رقم محدد هنا هوت بعد كده هوت أشوته توفاين بي جيبن إيه وسنة وحيدة يبقى في الفاكتور الأول أطلبه بي على إيه وست سنوات وبعدين بي على إيه يبقى ده بيجي على مرحلتين لكن السبعين ألف رقم هنا هوت خلي بالك اللي فوق بالنيجاتيف يبقى سبعين ألف تفاين بي جيبن أف وتمان سنين يبقى أنا كل اللي حكي لندك كله معروف آه درجيب يبقى أنا في الحالة دي حولت المسألة لإن كأن عندك هنا هوت رقم في ال present هنا هوت وبعدين هذا الرقم معروف 118 118 1388 عاوزي توديه عند السنة الرابعة مافيش مشكلة خالص هترمي future وهو present واربع سنين جيبت الرقم اللي عندك فحد شدحك عليك بقى يقولك وديه عند السنة الثامنة مافيش مشكلة يبقى المه كله عند السنة زياره عشان ماطلق برش وارجع وديه السنة اللي عايزها الراجل اللي بيسأل find equivalent future value at the end of 20 نيير 15% interest عاوزي أجيبه هنا هو فلو انت متمكن ممكن تقف هنا واجيب ده هنا هو to find f given a وارجع to find f given b وبعدين اجيبهم مرة هنا هو to find f given a وارجع to find f given b وده to find f given b مافيش مشكلة كأنه أنا أقدر أحل المسألة بتاعت الانجيني بطرق مختلفة والحل في الآخر النهائي هو يطلع رقم واحد لكن طرق الحل تبقى متعددة يعني مثلا النهاردة سيليوش أنا أقول أنا أقف في الفيوتشر وأنا متمكن الثلاث أرقام دول الفين وخمسمية أو أديهم فيوتشر لهم أني ولأنهم جايين عند آخر دفعة مافيش في مشكلة خالص حولتهم لرقم هنا نتفضل العشر ألاف العشر ألاف اللي عندي فين العشر ألاف العشر ألاف اللي عندي to find f given b واربع سنين ييجوا مباشرة هنا مافيش مشاكل خالص لكن الرقم ده هو اللي هو العشرين ألف هيجي على كم مرحلة يجي على مرحلتين يجي هنا الأول ثم بعد ما يجي هنا هو تتحول مرة أخرى إلى الفيوتشر يبقى ضربه f على ايه وست سنين أده واحد اتنين ثلاث اربعة خمس ستة يبقى هو عند السنة ستة عاوزة وده عند السنة كان بعد كده عند السنة عشرين يبقى سبعة تمانية تسعة لحد عشرين يبقى أربعتاشر يضرب to find f given b واربعتاشر السنة اللي عندي وبعدين الرقم ده هات مفيش مشكلة بس هو خلي بالك في الإشارات b negative لأن انت خدت كده بال negative يبقى b positive حسب الإشارات اللي انت بتحدد ده يتشاط مرة واحدة في الجون to find f given b يطلع المسألة عندك بهذا الشكل شكرا شوفكم على خير شكرا